حادثتين صارت لفت انتباهي فحمستني اني اعبر عن مشاعري وأشارك بعض المعلومات مع الجميع الاولى انه في واحد في الكويت كان شوية فاضي اعتقد قال خلينا سوي شوية فيديوهات عن مقررز رفعوا عليه مقررز قضية في الكويت زعلت شوية ادناي سوالي ارق بسيط حادثة ثانية واحد في السعودية كتب تغريدة قال فيه صرصور ما ندري كان فيه صرصور ما كان فيه صرصور يمكنه كداب يمكنه مون كداب المزعج انه راح ورفعوا عليه قضية او رفعوا عليه شكوة رجال اخدوه هدوه في الحبس مدري كم اعتقد يوم شوية وبعدين طلع وخلوه يوقع ورقة يقول انا اسف انا شوية والكلام هذا كله يعني ازعجتني شوية حسستني اني ماني قادر انام حسيت انه الشباب لم يعودوا امنين في التعبير عن رأيهم ليش الموضوع مزعجني الموضوع ما هو موضوع صرصور ما هو موضوع انه موضوع نظيف ولا مو نظيف صحي ولا مو صحي الموضوع هي مسألة انه في نظام وجد ليحمي الناس لتحميك انت يا ولد يا شباب يا لطيف لتحميك انت يا شابة يا لطيفة اللي تحطي صورك في شناب شات ويجيبنا بهذا الفيديو كيف تريدك تعبر عن مشاعرك اتجاه اي شركة او مطعم او هوية معينة من غير ما تكون عرضة للملاحقة القانونية النظام يسمح لك بانك تعبر عن مشاعرك لكن يمكن في بعض الكلمات البسيطة لازم تحطها عشان تحمي نفسك من الملاحقة القانونية من بعض الشركات اللي تستخدم الارباح اللي كسبتها من الشباب عشان حاول انك ما تقول رأيك الشخصي على انه معلومة قول انه هو رأي شخصي مثلا في رأي الشخصي تصريح مكدونالز اللي تم كان نوعا ما مخادع للمواطن حيث قال انه نحنا كنا بنحمي الشركات السعودية في الحقيقة اعتقد كانوا بيحموا مصلحتهم الشخصية ثانيا لما زرقوا نفسهم بين الشركات السعودية يعني كأنك بيقول مكدونالز الكليجا يعني هذي منتجات سعودية معروفة لا 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 في رأي الشخصي انت شركة سعودية اخذت فرانشايز يعني رحت لمكدونالز قلت له والله اخليك الله اخليك الله اخليك ابغازيب السعودية راح قللك اوكي تروح السعودية بقوانيني وكمان تدفع لي انا فلوس مكدونالز مطعم خايص هذا رأي الشخصي قد يكون خطأ ثانيا لتقول معلومة الا ومعاك دليل في هذه المعلومة فمثلا ما يمديك تقول مكدونالز مطعم حرامي هذا غلط ما يمديني اقول انه مكدونالز عنده مواد مصرطنة اللين يكون عندي اثبات ما يمديني اقول انه مكدونالز بتحمي مصالحها الشخصية عن طريق تكميم افواه الشباب بانها تدور اي واحد كده الحال ومزوي على جنب وتروح تمسك وترفع علي قضية لانه عندهم فلوس كتير عشان عندهم محامين هذه معلومة امكان صح امكان غلط ما تقولها الا اذا عندك اثبات ثالثا في صور بدأت تنتشر حق مكدونالز مكتوب انا اسجن وكده حاطين الام وواحد حاطت كده يده انه هو مسجون او حاطين خريطة العالم فيها مكدونالز 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 في السعودية محطوط صرصور ده حين هذه يعتبر اثاءة لهوية الشركة ما يمديك تنشرها الا لو طبعا عندك سبب قانوني يحميك في نشر هذه الصورة فهذه الصورة ما انصحكم تنشروها اديكم واحدة مجانا يلا رابعا يمديك تطرح ام على شكل تساؤل اي شي تبغى تتساءل عنه يا اخي مكدونالز كل اكلهم فيه صراصير ولا لو قلت هم هل اصلا يفريق اذا كان فيه صرصور في اكل مكدونالز ولا لا لانه في الاخير يعني نفس الشي لان كنت بتتساءل وبتشوف ردود فعلا الناس هل هو صح هل هو غلط ما بتقول هذه المعلومة هذه ما هي مسألة مطعم معين نحنا نبغى نعاديه او نقاطعه هي مسألة انه شركة ربحية بارباحها اللي كسبتها من الشباب اتخذت قرار قد يفهم انه تأديب للشباب وهذا منكر كبير لانه نحنا الشباب نحنا الاغلبية نحنا المستهلك نحنا نقدي بالشركات الربحية نحنا نفهمها انه بيدنا القرار ونحنا نفهم القانون اللي تبوا تستخدمه وتبوا تلعبوا لعبة القانون نعرف القانون وفق القانون حنعبر عنكم او نقلل من قيمتكم التسويقية وحنوقف مع بعض نحنا كشباب اوكي لما نغير الفوطة حنوقف مع بعض كشباب